السلام عليكم. ادري اخواتنا فلسطين ربنا ارزوكم السبات وصلى على النبي. موضوع النهاردة بيكون الحديث عن فيلم سوق الجزء العاشر. اه وقديه بجد انا ممتن ان انا اتفرجت على السلسلة دي منذ من اول الجزء الاول اللي كان متصور ما بين الاتنين اللي مربوطين واحد في في الركن من الغرفة والتاني في اخر من الغرفة. واللي الطرف الاخر ايه تعرج له لو محدش شاف الجزء القديم ده تقريبا اول سلسلة ماشية عشرين سنة. ببتدي على اللي هو بيكون اسمه الحقيقي وهو بيكون مقلوب اه وشه وبيبقى لك ان هو ربما ياخد اتجاه اه حاله الانقلب رأسا على عقب في الفيلم ده. وبعد كده بتيجي اه فلاش بسرعة كده على اه بيكون على دماغه. يبدو ان هو هيتناول قصة السرطان والسراعه مع السرطان في الفيلم ده. اه بنشوف هو في المستشفى هو بيكون طالع اه بيشوف واحد بيسرع شخص بيكون عنده مشكلة في اطرافه بيكون متجبس من كل حتة مربوط من كل حتة. وانا مش هعرف هل فعلا اللي حصل في الشخص ده من ماكينة التعذيب والايلة دي هل هو بيكون في خياله. ولا بيكون ده حقيقي. ولكن اعتقد ده في خياله ان هو تخيل ان ده يعمله. هو بيكلم سيسيليا الدكتورة المفروض تعالجه من السرطان. اه بتقول انت بتكون شغالي. فبيقول لان هو بيساعد الناس على ان هما يعملوا تغييرات اجابية في حياتهم. وطبعا اي حد يسمع الماكولة دي من حد يقول الله يعني ده شخص كويس. فهي بتقول له يعني انت بتكون شغال مدرب حياة والكلام ده او مستشار في الحياة والكلام ده انا ترجمتها ترجم حرفيا ايه. فهو بيقول لها حاجة زي كده. هي ما تعرفش في الحقيقة هو فعلا بالنسبة له بالنسبة لفلسفته جون كريمر اللي هو بيعمله ان هو بيديهم فرصة للحياة بعد بيديهم حاجة بتخليهم بتغيير حياتهم فعلا. اه ده بيكون بيديهم تغييرات ايجابية بالنسبة له. تمام? الحتة بتاعت لما تقال فيها ان بيكون اللي هيعمله العملية افضل جراح على بعد الفين ميل. اه انا حبيت ان انا اسمع الترجمة الانجليزي كويس صح اشان ربما تكون دي غلط من الترجمة العربي. ولكن بجد هيقتالت كده. بصوا جماعة الميل طبعا واحد كواس بمعدل واحد وستة من عشر كيلو متر. اه وفي نفس الوقت يا جماعة اه انا ممكن اخد الفين ميل دول احطوهم في الصحرة. تمام? هنحسب كده ايه مساحة الفين ميل في الصحرة. تمام? ونحط فيهم دكتور تقديره العام مسلا مقبول او جايد وما بيفهمش حاجة فيش شغلنا. مناش ضعب التقدير العام. مش هتكلم عنه. اه تمام? اقول لك ان ده احسن مدارب على بعد احسن اه دكتور على بعد الفين ميل. لان الفين ميل فضيين. تمام? سأروا باقي تصل الفين ميل بتاعت مساحة الدولة اللي هم فيها. تقريب العزيم بجد اللي خلينا كده للكتاب والصناع الحدث ده. وان كل مرة احنا بتشوف جون كريمر هو وهو الصياد وهو بقى اللي ممشي الدنيا يمين وشمال. وعارف اه دايما ان عامل حساب ببلان ايه وبلان بي وبلان سي. المرة دي هو بيقع في فخ من كوب الناس. عايز تضحك عليه. ربما بيفتح الشاشة وبيطلع ان الفيديو اللي كان شغال قدامه. وهو ما بيعملو له عملية في دماغه من وراء اتضح ان دي مش دماغه اصلا. وان الشخص ده مشغل فيديو قبل كده من من حد دكتور حقيقي بيعمل ايه? المواد السرطانية اللي في الدماغ. بيحط له زي ما احنا في الصورة المتفجرات على دريعه. وبيديره التشبيه. كم اللي بتتقال في سلسلة افلامسو بالنسبة لدماغه حاجة روعة. انه بيقدر يعمل عملية بالنسبة للمرض بتاعه. بالنسبة للحادث اللي موجود او الخطيئة بتاعة الشخص مع ماكينة التعذيب اللي هو بيستخدمها. فهو عمل متفجرات في ده وشبهها للشخص قال له ان المتفجرات اللي في ايدك دي عاملة بالزبط زي السرطان. علشان تتخلص من السرطان ده بتعمل ايه? بتتخلص من الجزء اللي فيه السرطان. يعني من الاخر بتخلص من الجزء اللي فيه متفجرات. يعني هتقطع درعاتك. اه الحتة بتاعة رامان بيختفه سيسيليا وظهر اتنين خنزير. طبعا احنا عارفين ان هو اه اه او جون كريمر بيستخبف شخصية الخنزير دي الى ان احنا لقينا اتنين معا كان في مساعد معا. اول ما رفعت امين دا. عندي مشكلة مع تذكر اسماع الشخصيات اللي بيكون موجودة في الافلام ولكن على خلاف المستلسلات لان المستلسل اللي بيقعد معايا موسم واحد واتنين وثلاثة فانا بكون اكثر ارتبطة من المستلسلات لان اعادت معايا فترة كبيرة ان حسب انافس امن من كده والله. اما بالنسبة لفيلم صعب جبريل وهي بتقول له انا لما اقصد اي ازا لما اقصد صلة كده وقال له ده كل اللي بيحصل ده بسببك انتي. ان رب ما هو حب وبعد ما تعالج من من السرطان وكان الموضوع يعدي جدا ويصدق ان هو اتعالج من السرطان وكل حيات وان كل دي مش نصبية ولا حاجة. قرر ان هو يروح اليوم الازازة بتاعت الخمرة بس هو ما بيفتح بلاي ان ما فيش اي حاجة والناس سيبين المكان. عارف الاخر ان دي نصبية وانو اتضحك عليه. فجبريل هنا كان فيه بعض من الرافقة عليها من اتجاه امان دا لان امان دا برضو كانت مضمنة شبهها. وده اللي كانت دافع بتاع جبريل ان هي تتاجه ان هي للنصب معهم لان هي محتاجة المخدرات بتاعتها. تمام? فهو بيقول لان كل واحد بيكون ليه دافع في الحياة وان كلنا عارفين مخدرات لها اصار سلبية. وان جبريل بيكون عندها اراضة حرة. لان اللعبة بتاعته قايمة على اراضة الحرة. البنت بيكون بتقطع اه جليها بالجلي فش. تمام? دهي المشاة ده بيكون صعب جدا. نظرة جون كريمر ليها كانت نظرة تخلو من اي شي. انا راجل اكد انك بيزدر تعمل زي السياف اللي هو ايه او اه زي اللي بينزل المقصرة على دماغ واحد او زي اسمه ايه ده? اه الشبوكشي اللي كان بيرفع اه بينزل بتاع المشنقة في اسماعيل ياسين. ناس اكتر عن فلسفة اه جون كريمر وانو بيقول ان ده بيكونش قصاصة. اه وحايا بتكلم عن النوطة دي. اه بتاعنا اسم يعني المنتقمون اه وحاسة ان هي يعني لا غوية من الصح لان الانتقام ليس زي القصاص الانتقام وشخص بيحاول ياخد حقه باي شكل مهما ان كان وما بي اما القصاص انت بتاخد حقك من الشخص اللي اخد حق اللي ظلمك. تمام? فده الفرق. فالغريب بقى ان اه جون كريمر في الفيلم ده بيقول ان ده مش بيكون قصاص انا مش بعمل ده عشان انت عملته كده معي. لا ده يكون صح. وانا مجرد شخص كده اكني ايه الدنيا بعتاني. انا اجيه عشان اصحيكو وصحي ده امركو. تبقى هي بكون موجودة قدام الالة. اه وبتبص وحط الالة جواها والنخيع بيتسحب من جسمها وبتبص على قالت النخيع بتلاقي ان النخيع عمالة بتزيد متين جرام وبتوصل متين وخمسين جرام. فبتبتيجت هذه الحاجة. بجد كم توتر غريب جدا وحاجات غريبة جدا مختلفة وتناقضات. اه في حين الالام والتعب اللي بتكون جواها. وفي نفس الوقت شايفة صوت كبير في في الوسيلة اللي هتنجو بيها من حياتها ايا كان عايزيني يوصلوا للترابيزة اللي فيها التليفون ومش لقيين حاجة يوصلوا بيها. فبقرر تاخد جزء فيلينيا وبتفتح وبتسحب الامعاء الدقيقة. انا بنفهم ان الامعاء الدقيقة اعتقد دي الامعاء الدقيقة اه. حوالي طولها بيكون تمانية متر جول بني ادم تقريبا. ان بنفهم ان نستفيد فيها بالجهاز العظمي لأ. ده نحن نقدر نستخدمها كحبل. فبتيجي في المشهد ده. وبتقول اه لان احنا لو فعلا موازي من الزومبي هياخدوا الامعاء الدقيقة دي ويحشوها رز ويأكلوها. نحترم العامل الزمني اطلباتك كتير قوي. اه في الحتة دي انه فرق عشر ثواني. هات العشر ثواني قدام عيني. بالزبط على مشاغل الفيديو هوم اللي بيكون موجود قدامك في الفيديو. في الفيلم انا بس حد فعلا موازي. عملية المزمنة. ما بين التصوير وما بين اللي موجود في الطايمر بتاع المكينة. هي قصرت الحتة اللي الفرجرية الاول دي حتة من الاخر الفيلم عايزها. لو قصرت ايديها الاول فهي هتقع. لو وقعت مستحيل الالة دي تجري وراءها تتحرك وراءها. صح? لان الالة دي لو نزلت في فرق طول عن الارض. بحاولة تذكرت كامسة سيرة افلامسو انه عامري ما شفت اه اه جون كريمار بيكون وايع في الفخ بتاعه الا انه بيكون مهتم بيها. لخلاص الشخصية دي برادية الحرة قررت ان يبقى لها فرصة في حياتها. لما فهمت سيسيليا الفلسفة بتاعت اه جون كريمار قررت ان هي اعتبتزه عن طريق ان جي الطفل اللي بيكون هو كمان مصاب بسرطان وبريء. فهتحطه في المكناة بتاعته في الفخ بتاعه اللي هو بيكون مخصص للصح والناس اللي بيكون ظلمة في حين ان الطفل مزظلم. فده زعل جون كريمار ولا ما تفعليهاش ما تعمليش كده ان ده بيكون بريء انسنت. تمام ده بيكون شخص بريء انت ليه بتعملي معاك كده هو بيكون زعلان. على قد ديه الشخص ما تكون عنده اه اتجاه سايكوباتي وسادي اتجاه الناس الظلمة. لانه بيشعر بالانسانات اتجاه الناس البريئة. ازاي الشخصية بجدد تحقق في شخص زي ده انا مش عارف. وما بيجي المشهد ما بين الاتنين وان الالة بنافع ان يكون مخصصة ان واحد بيجي على التاني غريزة البقاء بتشتغل فبيرفع الدراع. الهندل دي. فبيبتدي الالة تسترفع بعيدة عن اتجاه الغرق والشخص التاني بيغرق. الاسف هو كان بيشغل الالة علشان يرفع عنده جون كريمر ويفضل يغرق هو والطفل ينجو. ولكن الطفل كان بيشغل الالة ويغرق هو عشان ينقص جون كريمر. ودي اول مرة نشوفوها في سلسلة ان حد بيجي على نفسه عشان الشخص اللي دايما كان بيتم اه التلاعب على غريزة البقاء وما بين اتنين واللي تنجي حاولوا يقتلوا بعض عشان هو التاني ينجو ولكن ده حصل العكس يعني. وبعد كده بتتفرج ايه ده هو قديب جد جون كريمر بقى العروسة كده اللي بيتلعب بيها تمام. وفاجة بنكتشف ان هم رمجروا اتجاه الفلوس لا ده كده لا لسه جماعة ده ده لسه في لعبة بتتلعب عليكم وهنا بلوت تويست تانية بتحصل ان انتو لسه جوه اللعبة. وحتى امان ده كان بتمثل قدامه ان هما بيكون فعلا الشخص ده على خلاف المتوقع. علشان يزبطو له قد ان هو بيكون جميل من محض ارادته ولكن هو جيب ارادتهم هما هما اللي خلوه الناس يرنه علي عشان هو يجيلهم. تمام? بس احنا ما شفتناش مش صراحة ايه اللعبة بتاعته يعني احنا شايفه يقتلو على طول كده بدون ايه قوانين وبدون فرصة حياة معقولة. ربما ممكن تشوف ده في جزء قدام. بيوضح قد ايه الفرق ما بين الجزء اللي عايش للسيرة افلام سو. والجزء اه بجد يعني. اه يعني عايز اقولك لو عايز بتتكلم عن الفرق ما بينهم سيرة افلام سو كتابة اه شخصيات مبنية صح اول نص ساعة من الفيلم اللي هو حسيت فيها بالملل يا راجل عشان ما فيش مكينات تعزيب هو ادك مكينة تعزيب في اول فيلم كانت تخيولية بس اه مشت حماسي وبعدين كفيل كفيل يعادك نص ساعة توتفرج عليه بس انا معنديش ايه مشكلة. معظم الحاجات اللي تدفعك تفرج على مستسل او ان فيه بطل انت بتبقى يتحبه. وما يتفرجش على فيلم المستسل عشان الناس بتتفرج عليه. لا اتفرج عشان انت حابب ده. عشان في حد يخليك قاعد متابع الفيلم ازي شخصة بجد. كاميرا لو بعت عنه انت بتزهر عليه. لو الشخص ده يقعد لما اوغز اجير قاعد عمال يتكلم او بيرتجل ايش تا جماعة احنا معاه شكرا جدا ليه. تمام? اتمنى بجد يكون اه الفيديو ده عجبك. وان اه براست اه بعضا من مجوداتي في الفيديو ده. اه اتمنى اللي ده اكون عجبتك انا عملت شتى الحاجات عشان الفيديو ده يزهر لك كده بجد والمونتاج ومن غير علامة البار ديريكتور والفاهم. فبجد بجد يعني راعي ده اعمل لي لايك شاركني برايك في تعليق اعمل اشتراك في القناة. وشكرا جدا لكم ايضا اخواتنا في فلسطين. وربنا الحر الارض على خير وترجع علينا. وصلى على النبي. اتمنى اشوفكم بخير. شكرا.